اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن التهاب المرارة الحاد او الأكيوت كوليستايتس وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو المرارة دي جزء من الجهاز الهضمي عبارة عن كيس او خويصلة كده موجودة تحت الكبد تقريبا بيتخزن فيها العصارة الصفرة اللي الكبد بيفرزها لحد الانسان ما يأكل تقوم المرارة دي تنقبض عشان تخرج العصارة الصفرة اللي هي خزنتها عشان العصارة الصفرة دي ليها دور مهم في هضم الدهون فالانسان ممكن يجيله التهاب في المرارة اذا كان فيها حصوات واحد هذه الحصوات اتحرك عشان يسد القناة بتاعة المرارة دي فالمرارة ما تعرفش تخرج محتوياتها ويحصل فيها التهاب وده اكتر سبب مشهور يعني حصوات المرارة هو السبب الاشهر للتهابات المرارة 90% من الحالات بيكون بسبب حصوات المرارة وبنقول عليها في الوقت ده Calcular Cholicystitis اما 10% من الحالات بيبقى مفيش حصوات في المرارة لكن حصل التهاب برضو في المرارة لعدة اسباب متنوعة منها مثلا حاجة اسمها بيلاريستيزيس او ركود العصارة الصفرة يعني العصارة الصفرة مش بتتحرك كويس جوه المرارة وده برضو لعدة اسباب زي مثلا واحد عامل عملية كبيرة Major Surgery او واحد كان في حادثة كبيرة او واحد على Total Printral Nutrition يعني مش بياكل بالفم وكل التغذية بتاعته عن طريق المحاليل الوريدية لمدة طويلة Prolonged Fasting عيان بيصوم فترات طويلة قوي او في مجاعة مثلا ممكن كل دي تكون اسباب لركود العصارة الصفرة وبالتالي ممكن يحصل التهاب في المرارة كمان في نوع اسمه Idiopathic يعني من غير سبب واضح مش لقيه للعيان سبب عمل التهاب للمرارة المهم ان هي التهابت وخلاص والتهاب المرارة ده لو متعالكش ممكن يعمل مشاكل كبيرة ممكن يعمل Perfuration يعني المرارة دي يحصل فيها ثقب وممكن يحصل بيرتونايتس التهابات في الغشاء البريتوني ممكن يحصل سيبتسامية او زي ما بنقول عليها كده تسمم الدم ممكن يحصل سيبتك شوك يعني ممكن يحصل صدمة تسممية وكمان ممكن يحصل جانجرين او موت جسم المرارة وممكن يحصل التهاب في البنكرياس ممكن يحصل انسداد في القنوات المرارية وارتفاع نسبة الصفرة ومشاكل تانية كتير لو الموضوع متعالكش ايه هي العوامل المساعدة اللي ممكن تخلي الشخص يجيله التهاب في المرارة يعني مين اكتر الناس عرضة للتهاب المرارة اكتر الناس عرضة الناس اللي عندهم Obesity وزنهم زيادة الستات فهي بتيجي اكتر شوية في الستات كل ما زاد العمر كل ما كبر السن بيبقى الانسان عرضة اكتر للتهاب المرارة طبعا وجود الحصوات يعني لو شخص عنده حصوات فهو عرضة ان يحصل له بعد كده التهابات في المرارة كمان بعض الادوية زي حبوب منع الحمل بالذات كمان الحمل نفسه ممكن يكون عامل مساعد لحدوث التهاب المرارة وبالنسبة للأعراض العيان اللي عنده التهاب في المرارة هيشتكي من ايه؟ اكيد رقم واحد هو ابدو من البين العيان بييجي بألم في البطن في الغالب الألم بيبدأ بيجاسترك في الحتة اللي هي بنقول عليها دي بتاعت فم المعدة او جدار المعدة لكن بعد كده ممكن الألم ينتقل ويتركز في المنطقة اللي هي المنطقة اللي هي بتاعت المرارة الألم ممكن يكون كوليكي يعني بيروح وييجي لكن بعد كده ممكن يبقى سابت الألم ده ممكن يسمع بعد كده في الكتف الأيمن وممكن يسمع في الظهر ورا بعض المرضى ممكن يكون معاهم ارتفاع درجة حرارة ممكن يكون معاهم قيء ممكن يكون معاهم غثيان لكن في بعض المرضى زي مثلا كبار السن جدا او اللي محجوزين في العناية المركزة او اللي عندهم سكر ومش متزبط والدنيا معاهم مش كويسة يعني ممكن ييجي بعلامات او اعراض مش واضحة هو مش عارف يوصف ولا يشوف ألم معين وممكن الحالات دي تيجي بالمضاعفات مباشرة يعني ما يجيش يشتكي بألم في الابيجاستريك اريا ولا الرايت ابر كوادرنت اريا ولا اي حاجة ممكن ييجي بالمضاعفات على طول ممكن ييجي في شك في صدمة على طول وبالنسبة للإجزامينيشن لما تيجي تفحص عيان عنده التهاب في المرارة اول حاجة هتلاقيها ممكن تلاقي الفيفر ارتفاع درجة الحرارة ممكن تلاقي تاكيكارديا او سرعة ضربات القلب ممكن تلاقي abdominal tenderness لما تيجي تضغط على بطنه سواء في الابيجاستريك اريا او الرايت ابر كوادرنت اريا ممكن تلاقيه بيوجعه وممكن يبقى فيه guarding يعني بيشد عضلات بطنه عشان ما تضغطش عليها لانه بيشعر بالألم كمان ممكن تلاقي rebound tenderness يعني لما تضغط على بطنه خلاص هو استحمل الألم تيجي تشيل ايدك مفاجئ كده يشعر بالألم مرة تانية او ان الألم زاد كمان فيه علامة مهمة جدا لازم تبقى عارفها اسمها مورفساين مورفساين انت بتحط ايدك على مكان المرارة تقريبا تحت الضلوع وبتضغط عليها وبعدين تقولي العيان خد نفس عميق فالعيان لما يجي ياخد نفس المرارة والكابت كله بينزل لتحت فالمرارة بيحصل فيها ألم لان هي خلاص الضغط عليها بيزيد فما يقدرش يكمل ويوقف نفسه ويشعر بالألم دي اسمها مورفساين وفي بعض الحالات القليلة لو الحصوة بتاعة المرارة دي اتحركت وسدت العيان ممكن يحصل ارتجاع للسفرة يعني العصارة السفرة دي تروح على الكابت مرة تانية لان هي خلاص القناة تسدت الانسان يبقى عنده اسفرار في العين واسفرار في الجلد يبقى عنده اسفرار وطبعا في الوقت ده لو عملتله مستوى البلوروبين في الدم هتلاقيه عالي وبيبقى عيان جاي لك وعنده ألم في البطن وانت شاكك في التهاب المرارة ايه الفحوصات اللي هتعملها رقم واحد الفحص الأهم والأرخص والمنتشر والموجود هو الأشعة التلفزيونية سونار خصوصا لو صايم يكون أحسن طبعا السونار بيبين بالدقة حصوات المرارة ووضع المرارة ولو فيه التهاب بيقولك عليه غالبا بيقولك ان فيه جول بلادر دستنشن يعني هي منتفخة لان هي ما بتصرفش وملتهبة ممكن يبقى حواليها إديمة أو ارتشاح مائي ممكن يلاقي يعني الجدار بتاعها تخين أو سميك أكتر من الطبيعي حاجة كويسة جدا ومنتشرة لو مش موجود السونار فممكن نعمل بدلها حاجة اسمها سينتجرافي أو هايدا سكان كمان في بعض الحالات ممكن نعمل للعيان MRCB اللي هو الرنين المغناطيسي على البنكرياس والمرارة والقنوات المرارية بيفيد طبعا في بعض الحالات وكمان ممكن نحتاج نعمل ERCB اللي هو منذار المرارة برضو وبنكرياس والقنوات المرارية وده بيكون مهم جدا في التشخيص من ناحية وأحيانا يساعد في العلاج من ناحية يعني ممكن بواسطة المنذار ده لو في حصوة قدامنا نشيلها فهو مفيد للتشخيص وأحيانا للعلاج أما بالنسبة للتحاليل المعامل اللي انت هتعملها فممكن للعيان ده تعمله CBC سور الدم كاملة هتلاقي فيها ليوكوسايتوزيز ممكن يعني كرات الدم البيضة هتبقى مرتفع في بعض الحالات تعمل للعيان ALT و AST اللي هي أنزيمات كابت ممكن تكون مرتفعة في بعض الحالات تعمله أمايلاز ولايبيز عشان تشوف فيه التهاب في البنكرياس ولا لا وفي حالتنا هنا اللي هو التهاب المرارة فقط ممكن تلاقي الأمايلاز مرتفع شوية أما لو كان فيه التهاب في البنكرياز هتلاقي الأميليز والليبيز مرتفعين طبعا تعمل للعيان بولوروبين والقلين فوسفاتيز ودول بيكونوا مرتفعين زي ما قلنا لو فيه انسداد في الكمون بايل داكت وبيبقى نسبة الصفرة عالية فهنلاقيهم مرتفعين ممكن نحتاج نعمل تحليل بول يورين أناليسيز لو انت شاكك من السبب بايلونيفريتس أو التهابات أو عدوى في المسالك البولية مثلا وكمان لو سيدة نعمل لها اختبار حاملة طبعا عشان برضو نستبعد الحمل خارج الرحم والمشاكل الأخرى طيب ايه هو العلاج بقى؟ علاج التهابات المرارة العلاج بنقسمه إلى جزئين رئيسيين أول واحد علاج تحفظي والتاني هو أو إزالة هذه المرارة طيب العيان هنحجزه في المستشفى ولا هيتعالج في البيت؟ العيان هيتحجز في المستشفى إلا لو كانت حالته بدون مضاعفات وبدون مشاكل ممكن أديله علاج في البيت لحد مايرتب مع دكتور الجراحة بتاعه ويعمل العملية برضو ويشيل المرارة طيب يعني ايه حالته بسيطة؟ ومفيش مضاعفات هعرفها إزاي يعني؟ يعني مثلا العيان مفيش معاه فيفر مفيش ارتفاع في درجة الحرارة والفيتال سينز بتاعته العلامات الحيوية كويسة مفيهاش مشاكل مفيش أبستركشن في الكومن بايل دكت سواء بالسنار أو بالفحوصات بالأشعة أو حتى بالتحليل البلوروبين مفيش فيه مشكلة العيان ممعهوش كوموربيتز تانية تخلينا نحجزه في المستشفى يعني مثلا العيان سنه مش كبير قوي معندوش إميون سابريشن يعني مش بياخد أدوية أو حاجة عملاله إميون سابريشن أو العيانة مش حامل يعني العيان أموره كويسة وكمان لما بنديله المسكن الألم بيرتاح ويبقى كويس لفترة كويسة فالعيانين دول ممكن يروح البيت بتاعه عادي وياخد العلاج اللي هنقول عليه برضو ومن ضمنهم المضادات الحيوية وفي الحالة دي بياخد ليفوفلوكسسين مع مترونيدازول أورال عن طريق الفم ويرتب مع الدكتور بتاعه طبعا عشان يعمل العملية برضو أما غير كده العيان حالته مش مستقرة والأعراض مش كويسة أو في مضاعفات فالعيان ده لازم يتحجز مستشفى ويبقى السابورتف ميجرز بتاعته أو العلاج التحفظي عبارة عن إيه أول حاجة يعني مفيش حاجة عن طريق الفم ما نخلهش يأكل ولا يشرب خصوصا لو في مضاعفات شديدة وإحنا متوقعين إن إحنا ندخله العمليات قريب جدا فالعيان ده ما يأكلش ولا يشرب أما لو كانت حالته بدون مضاعفات شديدة وممكن يستنى فترة فممكن نخليه يشرب سوائل وياكل طعام سهل الهضم وقليل الدهون لحين ترتيب إجراء العملية تاني حاجة بنديله IV فليويدز محليل عن طريق الوريد تالت حاجة أنالجيزيكس مسكنات طبعا رابع حاجة أنتيميتكس ممكن نديله حاجات مضادة للقيء والغثيان خامسا الأنتيبويتكس أو المضادات الحيوية ممكن ندي للعيان ده ثيرد جنوريشان سيفالوس بورينز حاجة زي سيفت ريكزون مع الميترونودازون حاجة زي الفلاجيل في الحالات دي الشديدة بنديهم IV لتنين في الحالات البسيطة شوية ممكن ندي الفلاجيل ده أورا عن طريق الفم كمان في الحالات الأشد شوية ممكن ندي حاجة زي بيبرسيلين تازوبكتام أربعة ونص جرام كل ثمان ساعات IV وريد أو حاجة زي الميروبينم ميرونام مثلا واحد جرام كل ثمان ساعات وريد أو يعني في الحالات الأشد شوية ممكن ندي مبينم سلستاتين حاجة زي تاينام 500 كل ست ساعات IV وريد يبقى هما دول السابورتيف كير أو السابورتيف ميجرز أو العلاج التحفظي بعد كده العيان هيعمل كلسيستكتومي أو هنزيل هذه المرارة جراحيا بنشيلها إمتى بنشيلها فورا نزيلها فورا لو كان العيان معها مضاعفات معها جانجرين مثلا معها بيرفريشن العيان ده مش هيستنى هيدخل عمليات فورا لكن كل ما كانت الحالة أقل خطورة وأقل في المضاعفات فممكن نستنى شوية على العيان ونتدي له السابورتيف ميجرز بتاعتنا لحين التحكم في حالته بشكل كويس وبعد كده يدخل العمليات برضو ونزيل هذه المرارة جراحيا الحل الأمثل دلوقتي في الجراحة إن هي بتتشيل لابروسكوبك يعني بالمنزار حوالي 90% من العمليات دلوقتي بتكون بالمنزار لكن في بعض الحالات ماينفعش فيها المنزار ولازم الجراحة لازم open surgery جراحة مفتوحة يعني فتح زي مثلا لو انت شاكك إن المرارة دي فيها كانسر مثلا أو عيان عنده end stage liver disease عيان عنده تلايف الكبد في المراحل المتأخرة مثلا وبعض الحالات الأخرى ماينفعش فيها المنزار كمان ممكن الجراح لما يدخل بالمنزار يلاقي بعض الأشياء تخليه يقلبها open surgery أو فتح يعني مثلا يلاقي فيه adhesions أو التساقات شديدة جوه يلاقي فيه local severe inflammation التهاب شديد موضعي لازم فتح برضو فيه bleeding مثلا من حاجة اسمها systohepatic triangle يعني فيه bleeding مشان ندر نتحكم فيه بالمنزار لازم فتح أو لو suspected common bile duct injury أو لو شكينا ان القنوات المرارية حصل فيها إصابة يعني فلازم برضو نفتح جراحي موسيقى يبقى علاج التهاب المرارة الحاد هو جزئين supportive care وكوليسيستيكتومي لكن في بعض المرضى مش هنقدر ندخلهم كوليسيستيكتومي مش هنقدر نعمل لهم العملية دي لعدة أسباب حالتهم لا تسمح للددخل الجراحي في الحالة دي ممكن نعمل حاجة اسمها drainage زي ما يكون فيه abscess وبنعملها drainage بنفضي محتوياتها ودي بتكون عن طريق حاجة من اتنين يا إما birketaneous drainage وبتبقى طبعا sonar guided يعني عن طريق الأشعب التلفزيونية بتساعدنا عشان نعمل الدرينتج ده يا إما endoscopic goal bladder drainage عن طريق المنزار ندخل ونعمل drainage والدرينتج ده بيساعد في حالات كتير وكويس إلى حد كبير لو مش هنقدر نعمل جراحة إن شاء الله ممكن نبقى نعمل حلقة عن goal bladder stones أو حصوات المرارة إن شاء الله وبالمناسبة أو المغس المراري ده بيكون عبارة عن مغس أو ألم زي اللي إحنا وصفنا لكن ما بيعديش 6 ساعات بيكون سببه غالبا إن الحصوة اللي سدت القناة بتاعت المرارة سدتها لفترة صغيرة وبعد كده رجعت تاني مكانها أو عدت ونزلت في الأمعاء الدقيقة يعني السبب راح فعشان كده العيان بيحس بالألم أو المغس المراري ده لفترة لا تتجاوز 6 ساعات لإن هي لو تجاوزت 6 ساعات غالبا العيان بيدخل في الأكيوت كوليسيستايتس والمغس المراري ده لو بيتكرر بسبب الحصوات فبرضو العيان ده لازم يشيل المرارة وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر